لا يزال العراق ساحة لتصفية الحسابات بين المتصارعين على النفوذ والكلام هنا عن الولايات المتحدة الامريكية وإيران حزمة من صواريخ الكاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد التي تنتشر فيها قوات أمريكية وأسفر القصف عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني وجرح 13 آخرين وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التي توعدت بالرد على هذا الهجوم قرار واشنطن بإرسال منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك ذريعته القضاء على ما وصفتها واشنطن بأنشطة إيران الخبيثة وحماية المصالح الأمريكية لكن طهران لم تعلن تبنيها هجمات الميليشيات الموالية لها على قاعدة التاجي في موقف يذكر بتنص لإيران في وقت سابق من هجمات مماثلة طالت مواقع توجد بها قوات أمريكية في العراق الميليشيات الموالية لإيران وإن لم تعلن تبنيها الهجمات الصاروخية على قاعدة التاجي الجوية إلا أن اللافتة هو أن الهجوم تزامن مع ذكرى ميلاد قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري وهو ما يرجح فرضية الثأر لا سيما بعد غارات جوية للتحالف الدولي على مواقع ميليشيات حزب الله وفاطميون وسيد الشهداء بين العراق وسوريا وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم الإدارة الأمريكية استبعدت وقوف تنظيم الدولة وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة وقالت إن التنظيم لا يمتلك القدرات الكافية لقصف مواقع عسكرية مثل قاعدة التاجي في اتهام ضمني للميليشيات بتنفيذ الهجمات بينما أعلنت السلطات الحكومية صعوبة تعقب العجلة التي حملت منصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه القاعدة وهو ما يضفي مزيدا من الشك بشأن احتمالية تواطئ حكومي آخر مع الميليشيات في هذا الهجوم وغيره بيانات الشجب الحكومية لهذا الهجوم وغيره من الهجمات السابقة على المواقع الأمريكية لن يعفيها على الأغلب من الغضب الأمريكي لأن هذه الميليشيات هي جزء من مؤسستها العسكرية والأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر